نعم يارا سلسلة الغارات التي استهدفت قرى قضاء صور قبل حوالي ساعة من الآن استهدفت عدة بلدات في هذا القضاء آخرها كان على بلدة شيحين سبق ذلك أيضا غارات على بلدة الضهيرة على بلدة المساكن الشعبية مبنى كبير مؤلف من حوالي 12 طابق استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة والمعلومات تتحدث حتى هذه الساعة عن شخص واحد كان موجود في هذا المبنى وتعمل الفرق المختصة على إجلائه منها ولا يوجد أي إصابات أو لم يرد أي معلومات عن سقوط شهداء جراء هذه الغارات استهدفت عدد من البلدات في القطاع الغربي من جنوب لبنان والذي يتعرض لليوم الثاني يارى لسلسلة من الغارات العنيفة كنا شهدنا يوم أمس بعض الظهر أيضا سلسلة من الغارات استهدفت عددا من القرى اليوم أيضا استهدف الطيران الحربي مدينة صور والمساكن الشعبية فيها والمنطقة الصناعية وأيضا دمر أحد المباني المعروفة بمشروع تاج الدين في هذه المنطقة أيضا استهدف الطيران الحربي الإسماعية وأيضا الحوش ودير قانون رأس العين وبيوت السياد في قرى قضاء صور إذن لا معلومات عن شهداء جراء هذه الغارات حتى هذه الساعة يارى إنما تدمير كبير يطال هذه البلدات التي يستهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي بغارات مكثفة على عدد منها ولم يصدر حتى هذه الساعة أي بيانات من وزارة الصحة بهذا الخصوص لكن تجر الإشارة يارى إلى أن بلدة الزهراني تعرضت اليوم إلى غارة حربية